السلام عليكم من حوالي عشر سنوات كنت عم تناقش مع زميلة هندية ممرضة كان النقاش ديني فعم تحكي لي عن دينها ومعتقدها هي دينها مزيج من الهندوسية والبوذية حقيقة بالهندوسية في عندهم تعدد آلهة في عندهم الاله شيفا وعندهم الاله راما وعندهم الاله ثالث انسيت اسمه صراحة فكنت عم حاول استفهم منها شو هو طبيعة معتقدها فخطر ببالي موضوع التعارض انه كيف بتقدر توفق بوجود عدة آلهة فسألتها لو الاله الاول قرر ينزل المطار والاله الثاني قرر ما ينزل المطار فشو بيصير فردت علي ببساطة بيصير رعد وبرق ومطار وعاصفي هذا هو كان ردها البسيط لتوفيقها لموضوع التعارض حقيقة الايمان الديني عموما ينتمي لشغلة اسمها الدوغما مجموعة من العقائد التي لا يمكن ضحضها العقل بيقبل هذا الموضوع بطريقة اسمها الـ confirmation bias الانحياز التأكيدي او مثل ما حبيت تسميه او حبيت ترجمه انحياز الايمان المسبق شو علاقة هالموضوع بمجموعتنا كونه مجموعة طبية ونحن يفترض ما نحكي بمواضيع دينية حقيقة نحن بالطب نمارس شيء شبيه تماما بهذا الموضوع بشيء المعتقدات الدينية جزء كبير من معتقداتنا الدينية نحن منعكسه بالطب حقيقة الخبرة اللي نحن منكتسبة مع الايام تتحول الى ما يشبه الدوغما عند الكثيرين الى ما يشبه المعتقد الديني او السياسي اللي لا يمكن ضحضه مهما طلع من ادلة جديدة ما ممكن يتخلى الواحد عن الشيء اللي تعود عليه او الشيء اللي مقتنع فيه تماما اللي هو خبرته الشخصية بيعتبره شيء لا يمكن ضحضه بسهولة هذا الشيء جيد وسيء بنفس الوقت الواحد ما لازم يكون رأيه كتير ضعيف لدرجة انه كل ما طلع الدراسة جديدة بيغير رأيه كل يوم بس بالمقابل ما لازم يتشنج كتير ويتعصب للرأي اللي يكتسبه او للخبرة اللي يكتسبه مع الايام لما بيطلع دليل قوي وخاصة مش دليل واحد دليل واثنين وثلاثة وعشرة بيغيروا الممارسة تماما وهو بتم بيمارس بالطب اللي يتعلموا او يكتسبوا من عشر سنين والناس كلها غيرت بدروب مثال امثلة بسيطة مثلا طبعا هذا الشيء بيشمل كل الأطباء بما فيهم أنا يعني مش دلان احنا كلهاتنا بشر وكلهاتنا عندنا هذا الانحياز التأكيدي او انحياز الايمان المسبق مثال الزايدة عملية التهاب الزايدة التهاب الزايدة الشيء اللي تعلمنا او يتعلمو زملاء الجراحين مثلا من خمسين سنة الى هلا انه العلاج هو جراحي ما في شي اسمه علاج محافظ او مراقبة لمريض الزايدة بس يبدو هلأ في ادلة جديدة عم تقول انه الزايدة اذا غير مختلطة واذا 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 في شروط عديدة والزمناء الجراحين ادرى مني بهذا الموضوع صار قابلة للعلاج المحافظ العلاج بدون تداخل جراحي ويبدو هذا الشيء وارد الزايدة اللي تعود انه يعمل زايدة من خمسين سنة بشكل تعلم عليها بشكل جراحي وتعلمها من اساتيستو وعلمها لتلاميذه وتلاميذ تلاميذه مو بالسهولة ربما يقدر يغير الممارسة تبعه بس بالنهاية البرهان هو شيء اللي يجب يتبعه الانسان الانسان الحق يعرف الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال صحيح؟ مثلا ناقشت انا من عدة من اسبوع او من فترة ناقشت موضوع السيرومات انا كطبيب داخلي عندي انحياز مسبق لان السيروم الملحي هو سيروم جيد وما في اي تفوق للسيروم الرينجر عليه بس يبدو انه من كتر الإفيدنس اللي طلع انا ما عاد فيني يتمسك بالفكرة المسبقة عندي يعني انا هلأ قلتها بفترة من فترات انا يبدو مرغما رحقول ان السيروم الرينجر قد يكون افضل ويبدو كل الادلة عم تقول انه هو افضل من السيروم الملحي فانا اذا ما عندي سبب لأستخدم السيروم الملحي ما باستخدم السيروم الملحي خلاص لازم يتخلى عن هذه القناعة المسبقة عندي موضوع شهير جدا مثلا موضوع التهاب البلعوم والصادات الحيوية كثير اطباء عندهم دوغما انه لازم ياخد اي مضاد اي مريض عنده التهاب البلعوم لازم ياخد مضاد حيوي وهذا الشي خطأ موكل جزء كبير من الالتهابات البلعوم هي التهابات فيروسية وما في دعي للمضادات الحيوية فيها مهما عطيته إفيدنس جديد لهذا الطبيب او مش إفيدنس واحد عشرات الإفيدنس بيتم تم تمسك بفكرة المسبقة وفيدي اضرب عشرات الأمثلة عن هذا الموضوع هلأ رب أنا عم اسمع كثير بالمجموعة صراحة من الزملاء اللي عم يطلبوا انه لازم الزملاء اللي حول العالم بما انه فيها تنوع كبير انه يشاركونها بالأبحاث وطريقة الأبحاث وكيف الناس تقدر تعمل أبحاث طبية بالمقابل زملاء تانية عم يحطوا لينكات لمحاضرات وطرق البحث والريسيرش هلأ حقيقة أنا رأيي الشخصي نحن كأطباء عموما الجزء الأكبر مننا مهتم أكتر بشغلة اسمها الكريتكال أبريزيال اللي هي النقد العلمي للدراسات من فترة لما ناقشنا موضوع الحجامة أحد الزملاء حطي لي دراسة من مجلة ما بعرف وين باكستانية واعتبر أنه هي خلاص السلام دانك اللي هي المثل والضربة القاضية طيب نحن لازم نتعلم أنا برأيي كأطباء الجزء الأكبر مننا خاصة أنه نحن كيف نقيم الدراسات العلمية يومين نصدر عشرات ما حقول العشرات الآلاف ربما آلاف الأوراق العلمية تصدر يوميا وبكل بجال بكل تخصص في عشرات بالمئات الأبحاث المنشورة خليني نقول المجلات وآلاف الأبحاث المنشورة بمرحلة كوفيد اللي هي الكورونا بفترة من الفترات أظن أحد المجلات نزلت إحصائية أنه في أربعة آلاف ورقة علمية تم إصدارها عن الكورونا مستحيل نقدر نتابعها جميعا ومستحيل تكون كلها مفيدة أكيد فيه شغلات أهم من شغلات ومو كل ورقة علمية نزلت لازم الواحد يتبعها أنا عندي اقتراح صراحة ومبارف إذا الزملاء بيوافقوني أنا حابب شارككم خبرتي اللي هي محو أمية بقراءة الأوراق العلمية طبعا فيه كورسات مخصصة لهالموضوع هذا اللي حابب يسمع الحكي بشكل علمي وبشكل تفصيلي وشكل متقن خليني أقول professional موجودة على اليوتيوب باللغة العربية بس يكتب مقدمة بالبحث الطبي أو غيره ممكن جيب لكم على عنوين ورح يلاقي محاضرات بالساعات ومالناس موثوقين عاملينها من جهات رسمية معتبرة أنا شخصيا حابب دردش معاكم بهذا الموضوع مجرد دردشة مش كأستذيخيني وشو الشي اللي بعمله أنا لما أنا بدي أقرأ بحث علمي أني أعرف كيف قيمه مرة ثانية في شي اسمه critical approval اللي هذا بتدرس تدريس وفيه إلو أصول وفيه إلو قواعد وإذا بتحبه ممكن تتابعوه أنا حابب أعمل محو أمية فقط لأيلي صراحة شو هو الشي اللي أنا بقدر شو هو الشي اللي بعمله أنا وهذا الشي ممكن يكون مقدمة بسيطة للي حابين يتعمقوا أكثر بهذا الموضوع ربما الزملاء اللي عندهم خبرة بالبحث يلاقيوا أنه كلامي جدا سطحي أنا حابب أحكي هذا الكلام السطحي صراحة فإذا بتحبه أن يكمل بهذا الموضوع أنا مستعد وإذا بتحبه لا أنه خلي الموضوع لأهله فكمان أنا بحترم برغبتكم السلام عليكم